نعود إلى أخبارنا في التاسعة الليلة أعتقد أن الخبر اللي حقوله لحضراتكم دلوقتي من الأخبار اللي بنا بستبشر بيها في عشرين تلاتة وعشرين هو خبر مهم جدا أتمنى كده أن نتابع مع بعض هذا الخبر لأنه بيهم قطاع كبير جدا وخصوصا قطاع الناس اللي بتستورد وأيضا وحيبقى خبر إن شاء الله فيه نفع كبير جدا أعلن البنك المركزي اليوم الإلغاء الكامل الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية يعني معنى كده أنه تم إلغاء كل هذا الخبر اللي كان مقصود بي الاعتماد على الاعتمادات المستندية هذا الخبر يعني هذه الجملة لم تعد موجودة في البنك المركزي قال البنك المركزي في بياني أنه تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد وتسمح مستندات التحصيل بدفع قيمة صفقات الاستيراد على فترات زمنية طويلة عكس الاعتمادات المستندية التي تتطلب تغطية بنسبة 100% من قيمة الصفقة قبل الإفراج عنها من الجمارك وهو ما تسبب في حدوث ضغط كبير على السوق العملة الأجنبية خلال الفترة الماضية فكده حضراتكم تعرفوا بأنه يعني كان في دراسة من البنك المركزي ورأى أن الفائدة أن يتم إلغاء هذا الموضوع من المتوقع أن تؤدي تعليمات البنك المركزي الصادر اليوم بتخفيض حجم الطلب على الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة كما تعزز من خطة الحكومة للإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ المصرية وتنعكس القرارات على توفير مستلزمات الانتاج وتشغيل المصانع ودوران عجلة الانتاج مرة أخرى ده خبر مهم جدا للمصانع والناس اللي بتستورد خبر مهم جدا وتوافر أيضا السلع وزيادة المعروض منها في السوق وبالتالي يؤدي إلى انخفاض أسعارها ده كمان نتيجة إن شاء الله تكون مهمة جدا خبر أعتقد مهم من الأخبار المهمة اللي البنك المركزي من دراسته للسوق ومن واقع العملية الاسترادية أعتقد ده من الأخبار المهمة اللي حنلاقيها بكرة مزيد من التفاصيل حتبقى موجودة عنها وإن شاء الله يبقى خبر كويس قوي لكل المصانع أو الناس أو اللي بيستورده للسوق بشكل عام ترجمة نانسي قنقر